أروح سريعا لفاروق عصاب كنت بسألك عن تشكيلة الأهلي هل تتوقع دمستر المسلمان يلعب بنفس التشكيل ونفس الطريقة اللي ختم بيها مشاركته في كاس العالم الأندية قدام الهلال وغلة تتوقع أن أفريقيا شيء تشوار لي حسابات مختلفة لا يمكن هتكون نفس التشكيل بس مش هتكون نفس طريقة اللعب زي ما تكلمنا أن انت ملعب صعب هيبقى لجوءة متوترة في البداية فانت مش محتاج تضغط ضغط عالي زي ما كنت ضد الهلال فوسط الملعب والعب 4-3-3 فالتشكيلة هتكون هي هي لكن حمد فتح يرجع ما بين قلبين الدفاع وإن شاء الله نتطمن على علي معلول بكرة في المران الأخير إن شاء الله بزنر بسيطة إن شاء الله طبعا لأن وجود علي معلول مهم جدا في مباراة وفي الحقيقة يعني ما قالنا فترة ما شفناش معلول بالحالة دي والتركيز ده والمستوى ده وجوده تكتكاة مهم جدا بسبب نقطة تكتكاة يعتمد عليها مستر موسيمان إن هو بيحط علي معلول قدام بشكل كبير في التلت الثالت وده بيساعد أحمد عبقادر أو محمد مجدي أفشا اللي بيبقى موجود كجناحة في الجانب الأيسر وهو بيضم لعمق الملعب وبيلعب وبيقدر يصنع اللعب فده كان مهم جدا وجود علي معلول في المركز ده مهم جدا لأنه بيساعد اللعيب اللوت لا ده إحنا كسبنا في بطولة كاسة عام غير البرونزية كسبنا دوتو عبدالقادر وعلولو ده أنا مراهن عليه جدا السيزن ده لازم يبقى موجود أحمد عبدالقادر من البداية خلاص يعني أعتقد أنه حجز مكانه لعيب يمتاز بالقدرات الفردية اللي كانت غايبة عن تشكيلة النادي الأهلي من فترة طويلة اللعيب اللي يقدر يعدي من واحد واثنين يمكن عمل لقطة في المباراة بتعلقها شبيهة شوية بلقطة كيليا نمبابي في الهدف الأخير عادة من اثنين لعيبة بشكل مهاري جدا فاللعيب دايما اللي بيقدم لك الحل الفرد ده مهم جدا في أي تشكيل دي اللقطة اللي جاب بيها الهدف اللي جاب بيها الهدف بالزبط في واحدة تانية عند الكورنر كمان ولما تشوفها من المدرجات متعب صراح عبدالقادر بيقدم متعة وجاميري النادي الأهلي بتحب اللعيبة دايما اللي بتقدم المتعة سريع